بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم والدنيا بخير كل القلوب عشمانة في العفو والغفران رفعين ايدينا للسماء اكرمنا برحمتك يا رحمن ليلة الاجابة لكل دعا تجلى فيها خالق الاكوان يا كل مستغفر وكل صاحب حاجة ومسألة قاني الاوان نقف على باب عفو ورحمته نترجى الرفع في الميزان نجينا من كل ما يضرنا واحفظنا من شر الانس والجام امحي زنوبنا واسمنا وطهرنا في ليلة النصف من شعبان قولوا امين فضل ليلة النصف من شعبان هيكون كلامنا ان شاء الله النهاردة مع فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازي وقعدوا اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وان شاء الله في انتظار اسئلة حضرتكم فضلت الشيخ سلام عليكم اهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بساعتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وجميع المشاهدين والمشاهدات اللهم امين عنكم دمالي وانت حضريك بتكلمي على ليلة النصف من شعبان وختمت بتقولي امين فقلتها بقلبي واستشعرت مغفرة ربنا وادئي وسعت كل شيء وادئي رحمة ربنا سبحانه وتعالى ما تركت احدا الا وسعته ادئي ربنا غفور رحيم ادئي ربنا سبحانه وتعالى تواب كريم ادئي ربنا بيقول لي ولو انهم الظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ربنا بيقول لي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ربنا بيقول لي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ربنا بيقول لي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الزنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ربنا بيقول لي في الحديث القدسي الجليل يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فلإن رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم ومع كل ده ربنا بيجعل لنا مواسم مغفرة سبحان الله عروض للمغفرة هو الكريم أوي 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 يعني هو غفرانه في كل وقت ورحمته في كل آل شوف رحمته وغفرانه وكرمه علينا قد إيه وتقصرنا تجاهه قد إيه وهو مش طالب من إنا حاجة من هنا يتولد الحياء من هنا ينبغي أننا يبقى عندي دم لأنهما بيسألوا عالم من العلماء مما يتولد الحياء قال من رؤية الآلاء ورؤية التقصير يعني أبقى شايف نعم ربنا علي اللي مغرقاني صح وسابغة وشاملة ومنساس الراسي ومع ذلك أنا مقصر ولذلك يقولوا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أبوء يعني أعترف أقر بنعمتك علي يا رب وأقر وأعترف بذنوبي طب أنا أنا عايز إيه فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت الله ينور عليك ولذلك أنا يعني من البداية كده بنصح باربع كلمات يلا نداوم عليهم لحد ما ندخل رمضان تفضل الكلمة الأولى كلمة الاعتزار من سيدنا آدم لربنا اللي ارتضاها ربنا عشان يغفر له لما عصى آدم ربنا ادلوا كلمات قال له تزلل وقل لهذه الكلمات أغفر لك قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ما هي الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أدي أول كلمة الكلمة التانية كلمة الاعتزار من سيدنا موسى لما وكز رجلا فقتله خطأ قال إيه الرب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له أدي الكلمة التانية الكلمة التالتة قالها يونس وهو في بطن الظلمات بطن الحوت ظلمة الليل ظلمة البحر فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الكلمة فيها توحيد فيها تسبيح فيها استغفار فيها توحيد لا إله إلا أنت فيها تسبيح سبحانك فيها استغفار إني كنت من الظالمين الكلمة الرابعة والأخيرة مرتضاه الحبيب للحبيب مرتضاه الصديق لصديقه مرتضته النبوة لمرتبة الصديقية سيدنا أبو بكر سيدنا مين أبو بكر يعني تعظيم سلام أنا والدنيا ورايا اللي إيمانه بأمة اللي هو أسماء الأنبياء والمرسلين شد خط رقم واحد أبو بكر على مدار الدنيا كلها بيطلب من حبيبه صديقه دعاء أدعو به صباحا ومساءا يا سيدنا أبو بكر يا رسول الله عليها أفضل أخبرني بدعاء أدعو به صباحا ومساءا قال له يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم شي عجيب طبعا طبعا إحنا بقى فين إحنا فأني زاوية من ده كله إحنا في المفرمة وإن ما رحمناش ربنا والله لنضيع وإحنا مهما عملنا هندخل الجنة بعملنا هندخل برحمته أنا أعترف وأعلن تقصيري تقصيري وانكساري وذلي وخضوعي وثقتي بربي لا ثقتي بعملي وسيدي اللي قال لي كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده قال لي أنت هذا الإعلان باب من أبواب المغفرة يعني لما أعلن أنا مقصر وأنا ما استهلش لكنك رب كريم فيارب ما تعملنيش بالعدل أعملني بالفضل يا رب اجعلني عبد تعامله بفضلك مش بعدلك لأنه لو بعدلك هيضيعا ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله والرواة الثانية لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته برحمة ربنا